اتحاد الكرة المصري قرر بالاتفاق مع رابط الاندية خبر مهم خاص لنا في رقم 10 تغيير نظام بطولة السوبر المصري المحلي هنبقى عاملين زي اسبانيا طرفين السوبر في اسبانيا بيبقى عاملين زي اربع فرق اربع فرق بيلعبوا كاس السوبر احنا في مصري هنا هيبقى فيه سوبر مصري من اربع فرق لسه ما عملوش النظام بس في اسبانيا في الائتين بيلعبوا بعض وفرقين تانين بيلعبوا بعض والكسبانين بيلعبوا الفاينل يعني انهم بيلعبوا دور نصف نهائش من الاخر يعني الكسبان من هنا وكسبان من هنا بيلعبوا فاينل طيب الاربع فرقين دول هايبوا ايه بطل دوري وبطل كاس دول عارفينهم فرقتين طب الفرقتين التانين هيبوا مين لحيط الوقت ما تحسامش الامر ما تحسامش الامر بس الاقرب هيبقى تالت ورابع الدوري الممتاز لا أقرب هيبقى تالت ورابع الدول الممتاز دي المعلومات اللي جاي لنا من مصادرنا في اتحاد الكرة وربط الأندية بس هقولك حاجة وخليها معاك لسه يعني لسه ما تحسمتش بس والد يفكروا فيها أو والد أنه يحطوها في الفكرة يعني عشان هم كانوا يفكروا فيها من فترة من سنة يعني أو من أقل من سنة وارد أنه بطل كأس الرابطة يتحط في الأربعة بتوع السوبر دول يعني عندك بطل الدوري بطل الكأس بطل كأس الرابطة وممكن صاحب المركز الثاني في الدوري بس حتى هذه اللحظة الله عرب إيه بطل دوري بطل كأس تالت الدوري ورابع الدوري إلا لو التاني بقى مش هو اللي خد الكأس يبقى التاني وتالت الدوري ده الوضع الحالي بالنسبة لكأس السوبر المصري المعلومة المؤكدة أنه كأس السوبر المصري الجديد هيبقى أربع فرق خلاص دي معلومتنا في رقم عشرة بحسب مصادرنا في اتحاد الكرة ورابط الأندية بالاتفاق السوبر اشتركوا في القناة